السلام عليكم أعزاء المشاهدين مرحبا بالجميع في قناتنا أشخبارنا في فيديو جديد عاشق للإجازات وقرابة نصف فترة ولايته قضاها في العطلات يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات جديدة بسبب تكرار إجازاته وغيابه الطويل عن البيت الأبيض وذلك بعد أن انتقد نفسه بسبب حصول أعضاء مجلس النواب على إجازة لمدة أسبوعين قبل تمرير مساعدات جديدة لأوكرانيا وصف الأمر بالغريب وفقا لصحيفة نيويورك بوست فإن بايدن قضى حوالي 40% من فترة ولايته في عطلات متفوقا على سلفيه دونالد ترامب الذي قضى 26% من فترة رئاسته في إجازة وباراك أوباما الذي قضى 10% فقط من فترة ولايته في إجازة يفضل بايدن قضاء إجازاته في منزله المطل على المحيط الأطلسي في ولاية ديلاور وقد كان في إجازته في منزله خلال لحظات عصيبة بما في ذلك الأيام الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا واكتشاف مناطيد التجسس الصينية فوق الولايات المتحدة ولكن أنصار بايدن يبررون رحلات الاستجمام للرئيس الأمريكي بقرب منزله من البيت الأبيض مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السابقين الذين سافروا إلى ولايات ليست مجاورة للعاصمة كما يشير البيت الأبيض دائما إلى أن قضاء بايدن لوقته بعيدا عن المكتب البيت الأبيض لا يعني دائما أخذ إجازة مؤكدا أن الرئاسة مهمة متواصلة يمكن للرؤساء التنفيذيين القيام بها من أي مكان في العالم ترجمة نانسي قنقر